سعال هل أمو إلينا الضفو عمو يزيد لما تسجلوا يا أطفال الحضور لازم شوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حبي يجيبكم كامل الحصة شوية على الصبر فقط يا أطفال في هذه الفترة كل يوم كما عودناكم يا أطفال نبدأ دائما الحصة بأيام عالمية ودولية التي تفيدنا في حياتنا ومهمة لنا خاصة ما عندهاش بزاف أيام قلائر فقط حتفلنا باليوم العالمي لحقوق الطفل إذن يا أطفال منذ سنة 1989 كل دول العالم مضعت على منثاق حقوق الطفل لما حقوقكم دونك شخص دي دواد لانفان ايتي سينيه على الونو بقى طول الزيتاء في 1989 دونك الطفل محمي كان ميتاق حقوق الطفل الجزائر حريصة على حقوقكم يا أطفال إذن من بعد عمو يزيد ودلكم مفاجأة كبيرة لهذا اليوم هذا وش رأيكم نقول لكم اللغز؟ نحبوا الألغاز؟ نعم شاطرين أنتم في الألغاز ولا شاطرين؟ نعم إذن لغز اليوم يقول قوي لدرجة أن الخنجر لا يترك فيه أثر وضعيف لدرجة أن النسيم يحركه أعيد اللغز قوي لدرجة أن الخنجر لا يترك فيه أثر ولكنه ضعيف لدرجة أن النسيم يحركه إذن تمتني يا أطفال يراكم تشاهدوا فينا بإمكانكم الجواب عن اللغز عن طريق موقع الانترنت عمو يزيد بون كوم بهذا الطريق أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع أغل اكتب عمو يزيد بون كوم اضغط على زورة جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقبك الهاتفي بل يدك الإلكتروني والجاوب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهدات من طرف شركة أغل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائس في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذا يا أطفال فكروا لغاية نهاية الحصة عن الجواب عن اللغز عبيب للشاطرين أنتم أصدقائنا لم يشوفوا فينا وأنتما يا أطفال لكم تشاهدوا فينا الأسرع اللو واللي جاوب هو اللي نال هدية إن شاء الله لازم تكونوا خفافة يا أطفال واش رايكم نروحون وكتشفوا اليوم مع ياسمين شخصية حاشي عبد الرحمن يلا تفضلي ياسمين تسفيق على ياسمين شخصية حاشي عبد الرحمن ولد سنة 1917 ببلدية مسعد الجلفة توفي أبوه وتركه يتيما صغير السن تولى رعايته جده حاشي محمد بن الحاشي الذي علمه مبادئ القرآن الكريم حمل في طيات فكره قضية الجزائر معاناة شاب الجزائري آنذاك فساهم في تأسيس حركة الانتصال للحريات الديمقراطية بالجلفة وتنظيم الخلايا الحزبية اشتغل مدرسا متطوعا في مدرسة الإخلاص التي أنشأها جمعية علماء المسلمين عند حلو سنتي 1954 و1955 قام حاشي بجمع المال واللبس وحتى السلاح مما أثار غضب الاستعمار فزج به في السجن الأغواط سنة 1955 ليطلق صراحه فيما بعد وفي سنة 1956 التحق بإخوانهم مجاهدين بجبل بوكحيل أين وجد القائد زيان العاشور الذي توسم فيه الإخلاص والعلم فقربه منه وأسند إليه أمنة السر والكتابة العامة للمنطقة بعد وفت القائد زيان العاشور أصبح حاشي عبد الرحمن نائب الأول للقائد عمر إدريس وفي 1957 أصبح حاشي عبد الرحمن مسؤول أول على جيش خلفا لعمر إدريس الذي سفر إلى المغرب الأقصى لتزويد المنطقة بالسلاح والدخيرة بعدها أوقي عليه القبض فعدبوه عذابا شديدا ثم حملوه إلى الجزائل العاصمة بعد التعذيب أعادوه إلى الجلفة أين نفد فيه الحكم الإعدام في جوان 1958 شكرا ياسمين شكرا شكرا أغنية دارها عمو يزيد نقول فيها من حق الطفولة سحة علم حب وحنان يلا تغنوا كامل معي من حق الطفولة سحة علم حب وامان من حق الطفولة سحة علم حب وحنان لا مقهورة ولا مدلولة تعب تحيا بسرم أمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان موسيقى موسيقى حتى وهو واطف لسدير فكلامه ليس بممنوع فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع واجب نقبيه نتكفى ليعيش في عز وهنى لا ندفعه للعمل فلا زال صغر ضعفا من حق الطفولة سحة علم حب حنان لا مقهورة ولا مدلولة تعب تحيا بسرم أمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان موسيقى من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبدو الجهد نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلدة من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبدو الجهد نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلدة من حق الطفولة سحة علم حب حنان لا مقهورة ولا مدلولة تعب تحيا بسرم أمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان موسيقى توفير الأمن والأمان عند الأزمة وعند الحرب ونحميه من كل داء لا نرضى أن يستعبد وله الحق في الغذاء ليبقى سليما جاسا ونعامله بحق وحنان لا بالعنف ولا بالطلب من حق الطفولة صحة علم حب حنان لا مقهورة ولا مدلولة تعب تحيا بسرم أمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان موسيقى نحب الجرية في كل مكان حق العب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالسحة نحب الجرية في كل مكان حق العب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالسحة من حق الطفولة صحة علم حب حنان لا مقهورة ولا مدلولة تعب تحيا بسرم أمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان برافو 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 إذا نعامله بحب وحنان لا بالعنف ولا بالضرب يا أخي يا أطفال نحن نحبكم عندكم حقوق ولكن عندكم تاني واجب واجبات يا أخي واجبات طاعة الوالدين متابرة في الدراسة تنظيم الغرف متاعكم يا أخي لازم تكونون نضاف تاني الواجبات تغسل الأيدي غسل الأسنان كل هذا الشيء يا أخي يا أطفال ونحن نحبكم عندكم حقوق ورايحين نربيكم إن شاء الله أحسن تربيها مع الوالدين تعكم ولكن لازم تأخذوا الراي واذا رأيكم نروحون ألعاب الخفاء حبوه؟ يلا ألعاب الخفاء مع عمو ريدا تفضل عمو ريدا تفضل عمو ريدا اشتركوا في القناة 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 يا اطفال كما وعدتكم رح نحكي لكم حكاية سامح دول اصابع طويلة سامح هذا كان طفل كما انتوما هكذا بس هذا كان طفل شقي اشتركوا في القناة 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 عمو يزيد عمو يزيد نستخلصوا من حكاية اليوم يجبوا حزم معاملة الغير برافو برافو تصفيق على ابو تصفيقها يا اطفال على بالكم بلي الدين والمعاملة يعني المعاملة مع الناس لازمها تكون جميلة لازم تتعامل مع اصدقائك برفق لا يجب أن تضربهم أو تقففهم بالحكوم بش يحبوك لأننا كل أن المجتمع كان فيه الحب كل ما دعونا كل ما عشنا في أمان يا اطفال إق precious يقصنا برافو و باستثقاص عجبتكم الحكاية اطفال لا يجبا معاملة الغير باحترام وبرفق خاصة الأصدقاء يا أطفال باش يحبونا يا أخي لحقنا الوحدة الركن اللي نحبه بزاف هو ركن الرسائل أطفال اللي يرسلونا عبر موقع الإنترنت نقرأوا الرسائل اللي نتاحهم وانتم يا أطفال اللي حبيتونا نقرأوا الرسائل تعكم معلكم إذا توجههم موقع الإنترنت عمو يازيد بونتكم وتدقتوا على الزرار ملاحظات وأرى تبعتونا رسالة ونقرأوها لهنا يا بوبي شوفنا البريد شوفنا إلى كين رسائل من أصدقائنا الأطفال تحية تحية البوبي تحيوة حيوة حيوة بوبي كين جميل 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 بوبي شكرا شكرا بوبي شكرا إذا نقرأ رسائل تأصدقائنا الأطفال الرسالة الأولى تقول العيب أسيل خمس سنوات من برج بوري ريج هذه الوليدة انتها كتبت نقطنا بنتي رايحة تهبل على الحصة إذن يا سيدتي أسيل العيب بنتك نحبوها بزاف وماذا بينا تجي تشارك معنا حنا تاني نحبوها وبنتك تهبل الله يبارك الله يبارك ماذا بينا تجي تحضر معنا إذن قارس إكرام عشر سنوات من مدينة سيغ من ولاية معسكر معسكر الأمير عبدالقادر يا أطفال قتلك الحصة جميلة وممتعة وتتقيفية للصغار والكبار أتمنى أن تستمر هذه الحصة ومشاركة كل من يرسل طلب شكرا لكل من سهم في هذه الحصة إكرام قارس عشر سنوات من سيغ معسكر شكرا وإن شاء الله نتسلو بقاء الأطفال لسجلوا بشي يشاركوا في هذه الحصة وشكرا على رسالتك الضريفة الجميلة حمروش مالك 13 سنة من رويبة الجزائر العاصمة قالت أنا أنتظر دائما في الاتصال للمشاركة يا ملاك حمروش سوف نتصلوا بك في أقرب وقت ومدى بنات جيد حضري معنا 13 سنة من رويبة إذن يونس عزوك ست سنوات من الجزائر العاصمة والتاني أخوه عزوك يوسف ومازوش خوة يونس ويوسف عزوك قالوا أننا نحن نحب برنامج مع عمو يزيد الله يبارك الله يبارك يوسف ويونس عمو يزيد تاني يحبكم 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 الرسالة الأخيرة في هذا البرنامج تقول الخير بشرة 11 سنة من مدينة القبة بالجزائر العاصمة قالت لي شكرا عمو يزيد على كل ما تقوم به من أجلنا أنا نقول لك يا بنتي يا بشرة هذا واجب هذا واجب وهذا قليل 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 ما نقدره نعمله لطفلة تعالى الجميلة الجميلة إن شاء الله رب يحفظكم ويوفقكم هذه الرسائل عمو يزيد يحتفظ بها ونفتخر بها إذا حبيتوا نقرأوا الرسائل تعكم ما عليكم إذا تروحوا الموقع إلى الانترنت عمو يزيد.com وتدقتوا على زرار مراحضات وأراء تبعتونا رسالة تركوا الحقنا الواحد الركن شكولة عندونه نكتة جميلة يجي يحكيها لي تعالي بنتي تعالي بنتي أقعدي واسمك لميس لميس وماذا كني لميس بليدة في بليدة مدينة الورود ما جبتينها شورتها معك اليوم شحال في عمرك ثم ثمانية سنين ثمانية سنين الله يبارك حكينا لكتاتك بنتي قال لك واحد نهار واحد تخلق قهوة قالوا لي أعطيني كس عصير فوق ليمون بعد عندو واحد قالوا لي أعطيني كس حليب فوق بقارة برابو برابو شو اللي عندو شو اللي عندو تعالي بنتي تعالي تعالي بنتي قواتي واسمك؟ مالاك مالاك وين تشكني مالاك؟ في رويبا في رويبا شحال في عمرك؟ ثمانية سنين ثمانية سنين حكينا لنكتة لك بنتي؟ كانت بطاطاتي يمشود حستام طربي ولو بيري برابو برابو تعالي بنتي تعالي 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 بقوا لي بنتي واسمك؟ سيهام لا ينسكم مش مهما يطول الانتظار ولكن سوف يرن الهاتف وانتصلوا بكم قولينا بنتي لنفتتعك قالك واحد دراج اسمه معمرك يطل من التقدفه برابو 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 الحقنا دركاء الحقنا للجواب عن اللغز قوي لدرجة أن الخنجرة لا يترك فيه أثر وضعيف لدرجة أن الناسين يحركوه ما هو يا ترى؟ تعالي أوليدي أروح واسمك؟ محمد شاكب وين تسكن محمد؟ قيد كونستونتين قيد كونستونتين جسل قسانتينة الله يبارك وش هو الجواب؟ الظل الظل لا لا مش الظل الظل تعالي بنتي تعالي واسمك بنتي؟ أكسوح لوبنة وين تسكني؟ في بير خادم بير خادم وش عال في عمرك بنتي؟ عشرة سنين الله يبارك وش هو الجواب؟ غصن الشجرة لا 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 غصن الشجرة الخنجر يترك فيها أثر تعالا تعالا واسمك وليدي؟ راوف وين تسكني راوف؟ في دويرة ش عال في عمرك؟ عشرة سنوات داكور وش هو الجواب؟ الحجرة لا لا الحجرة يترك فيها الخنجر الأثر تعالا وليدي تعالا واسمك وليدي؟ محمد محمد وين تسكني محمد؟ تسكني في زيرالدة في زيرالدة الله يبارك حال في عمرك؟ عشرة سنين عشرة سنين وش هو الجواب؟ السحب لا لا مشي السحاب مشي السحاب تعالي بنتي رواحي واسمك بنتي؟ ريهان ريهان وين تسكني ريهان؟ بلاد علال وين جاي أولاد علال؟ قدام سيدة موسى قدام سيدة موسى الله يبارك حال في عمرك؟ 8 سنين 8 سنين بارك؟ وش هو الجواب؟ الماء الماء برافو الماء الخنجر الموسك يديره في الماء لا يخليش فيها أطر ولكن أروحي بنتي مازال ولكن النسيم يحركوا يقي إذا أعطيه الهدية على الشطرة هذه إذا بنتي نورو لهم الهدية تاعك برافو برافو عم يزيد يهديك هذا الكوب هذا إن شاء الله ستشربه فيه الحليب والماء وكامل لا شكرا على واجب وأنتي وعم يزيد يهديكي هذه ثلاث سيديهات لينتجهم عم يزيد في خلال سنتين من العمل من حصة مع عم يزيد فيها قاع الأغاني اللي سمعتهم في الحصة صليفته فيهم 22 أغنية في كل سيدي تفضلي بنتي إن شاء الله تسفادي بهم لا شكرا على واجب لا شكرا على واجب اليوم عندنا عيد ميلاد سهيب 8 سنوات تعالى سهيب أروح وليدي أروح وليدي إذا سهيب إحنا راح نغنولك عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقاء إنا يروحوا يجيبوا القاتو وتع سهيب وإحنا نغنولو يلا تعالوا تعالوا أروحوا عيد ميلادك أحلى عيد ربك تبلد عمر جديد الله يبرد فيك ويزيد وأقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبرد فيك ويزيد وأقول لك عيد ميلاد سعيد موسيقى من تبلد فيك نتمنى صحة وسعادة وهانا شرع يا ربي لمية سانة وتعيش أيامها أفرار شرع يا ربي لمية سانة وتعيش أيامها أفرار موسيقى يا بانين ويا بانات يلا نطير فارونا نسأل مراح غني مفرع ونعش أحلى الأوقات نسأل مراح غني مفرع ونعش أحلى الأوقات موسيقى هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنت زيبناها ليلى حلوى يا محلاها بسمك أنت زيبناها ليلى حلوى يا محلاها موسيقى 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 بابه وماما يدولوه وصحابه ويبركلوه مجمل هدايا يهدولوه هيا نصفق ونغنيلوه مجمل هدايا يهدولوه هيا نصفق ونغنيلوه موسيقى سنحلوه يا جميل سنحلوه يا جميل سنحلوه 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 يا جميل برافو برافو ماذا الماذا 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 المازر بيش ماذا الماذا بلاااقل سوهيب بلاااقل بلااقل بلااقل راحينا ندوله عد التنازولي تمانية سبعة سشرةة وونت SER티 واحد برافو 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 إذاً سوهايب كل عامو أنت بخير وليدي هذه شهادة شهادة إنجاح تصوير حسنة مع عمو يزيد تعال سوهايب وانتوما كل واحد فيكم غير تخرجوا منك كل واحد عنده شهادة باسمه في هذا الظرف الجميل تعال حسن تعال تحتفظوا به كذكرة إذاً سوهايب بما أنك بعتنا خمس قاسيمات من علب حالي برامي باش تحتافل بعيد ميلادك رمي راعي برنامج عمو يزيد يعطيك هاد الهدية هادي هاد الدراجة هادي اللي إن شاء الله تفرح بها تحب الدراجات نعم هايا برافو برافو هكذا باش تاخد الهدية وتاخد الرأي لولديك وتقرأ مليح سورته وانتوما تاني يا أطفال لازم تقرأوا مليح يا قي إذا ما بقى لي إلا أقول لكم ابقوا على خير ستنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت سلام يا أطفال حبوكم لا تحزنوا حنال ودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعيد جديد مع عمه يزين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعيد جديد عمه يزين